موسيقى اليوم قمة بين سيسي وجيلا تبحث دعم التعاون التنائي بين مصر و جيبوتي مجلس النواب الليبي يبدأ اليوم بحث اختيار مرشح رئاسة الحكومة الجديدة تحالف دعم الشرعية يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة للحوثيين بالجوف أيها سادة أسعد الله أقاتكم بكل الخير وأهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من قناة النيل تعقد اليوم بالقاهرة قمة بين الرئيس السيسي و رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك كان الرئيس السيسي قد استقبل رئيس جيبوتي لدى وصوله أمس إلى مطار القاهرة الدولي في مستهل زيارة رسمية أشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء منتخبين الوطني لكرة القدم الذي حقق الميدالية الفضية في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون بعد هزيمته بركلات الترجيح أمام منتخب السنغال وفي تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي قال الرئيس السيسي إن اللاعبين أدوا ما عليهم وكسبوا احترام الجميع وأعرب عن ثقة الشعب المصري في أن يعودوا فقدان اللقب الإفريقي بالصعود إلى المونديال يعقد البرلمان الليبي اليوم جلسة في مدينة تبرق للاستماع للمرشحين لمنصب رئيس الحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيب بهدف الاستماع إلى المترشحين لمنصب رئيس الحكومة يعقد البرلمان الليبي جلسته المقررة اليوم الاثنين في مدينة تبرق على أن يتم اختيار الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة في الجلسة التالية لها ويأتي ذلك بعد أن أكد البرلمان أن حكومة الوحدة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيب انتهت ولايتها عقب تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي يأتي ذلك فيما ناقشت لجنة خارطة الطريق التي شكلها البرلمان الليبي خلال اجتماع في طرابلس ناقشت مستقبل العملية السياسية في ليبيا وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوز نويري أن جلسة البرلمان هدفها التوصل لتوافق عام بشأن إجراء الانتخابات وإقرار القاعدة الدستورية في البلاد ما لم يتكالف كل المؤسسات كل الجهات في خلق حالة من التوافق لكي نمضي ضمن خارطة في أولوياته وعنوانه الرئيسي هو الانتخابات والقاعدة الدستورية ومن ثم السلطة التنفيذية وهذه المصالحة والمسار الأمني بمساراته المتعددة توحيد السلطة الأمنية أيضا جمع السلاح ضبط المجمعات المسلحة وإخلاء كل التواجد الأجنبي من جانبه أكد رئيس المجلس الرئيسي الليبي محمد المنفي خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي نيخايل بوكدانوف على هامش أعمال القمة الأفريقية في أدسا بابا أكد حرص المجلس على الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع ويقبل بنتائجها كل الأطراف فيما أكد بوكدانوف دعم روسيا لجميع الخطوات التي تفضي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين من أجل السلام والاستقرار والوصول إلى الانتخابات ويخشى مراقبون أن تدخل ليبيا في فصل جديد من عدم الاستقرار خاصة أن حكومة دبيبة ترفض خطوة البرلمان لاختيار رئيس جديد للحكومة وتؤكد أنها لن تسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة لميليشي الحوتي في محافظة الجوفة وأوضح التحالف في بيان له أنه جرى تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء وذلك استجابة للتهديد الحوتي وضرورة حماية المدنيين من الهجمات العدائية وكان التحالف قد بدأ منذ فجر السبت الماضي تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية دع البيان الختامي للقمة الإفريقية الخامسة والثلاثين إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلية وقال إن نبذ العنف لا يتحقق إلا بحل الدولتين وذلك بعد تعليق الوفود المشاركة قرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي على مدار يومي السبت والأحد استضافت العاصمة الإثيوبية أدي سبابا القمة الإفريقية التي ناقشت التحديات التي تواجه دول القارة الصمراء ودع البيان الختمي للقمة الإفريقية الخامسة والثلاثين إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقال إن نبذ العنف لا يتحقق إلا بحل الدولتين ذلك بعد تعليق الوفود المشاركة قرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي نص قرار تم تبنيه بالإجماع من قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي على تعليق القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد مسافقي في يوليو الماضي بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي كما نص على إنشاء لجنة من سبعة رؤساء دول إفريقية لتقديم توصية إلى قمة الاتحاد الإفريقي التي تظل المسألة قيد نظرها وأصدرت القمة في ختام أعمالها تقريرا بعنوان الوضع العام في الشرق الأوسط وفلسطين شدد على ضرورة توفير الحماية الدولية لأرض فلسطين وشعبها تمهيدا لإنهاء الاحتلال والحفاظ على فرص حل الدولتين عملا بقرارات مجلس الأمن مواجهات الإرهاب والتطرف كانت أيضا على أجندة القادة حيث أكد مفوض السلم والشؤون السياسية بالاتحاد الإفريقي بانكولي إيدوي أن التوسع الهائل والعنيف للإرهاب في القارة يؤكد ضرورة وضع خطط ناجزة للتعامل مع هذه الأزمة التي تهدد كل دول القارة والتصدي لها بقوة وخلال كلمته بالجلسة الختمية للقمة قال الرئيس السرغالي ماكيسان رئيس الدولة الحالية للاتحاد إنه لا يوجد تنمية وتكامل وسلام واستقرار دون مواجهة التحديات التي تواجه القارة ومنها الإرهاب والانقلبات داعيا لتكريس الجهود على ما يوحد القارة وليس ما يفرقها تظاهر مئات التونسيين تأييدا لقرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء الشعب يريد تطهير القضاء شعار ردده المؤيدون لقرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء لتأخره في الفصل بقضايا الفساد والإرهاب وانتهز مئات المتظاهرين الذين قصدوا مقر المجلس انتهزوا فعليتهم لإحياء ذكرى الاختيال السياسي البارز شكري بالعيد عام 2013 حيث وجه المتظاهرون اتهمات للقضاء بعدم التحقيق السليم في جريمة القتلة وتورط حزب النهضة في عرقلة عمليات التحقيق نحن نقول يا سيد الرئيس أصدر المرسوم في الرائد الرسمي حتى يكون هذا مطلب الشعب التونسي اليوم كل الحززية السياسية وكل الجبعيات والأحزاب والمستقلين خرجوا ليقولوا انتهاء للفساد خصيصا كلنا نعرف القاسي والداني أن القضاء ما قبل 25 جوليا كان هناك قضاء يعين بحززيات حزبية وهذا المجلس أعلى القضاء بني أساسا على الحززيات الحزبية كان رئيس التونسي قيس سعيد قد ألغى في يناير الماضي امتيازات مالية تمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذي تأسس عام 2016 متهما إياه بتعيين قضاء على أساس غير نزيه يشوبه الولاء منذ اكتشفنا عمليات التسطر على الملفات الحقيقية ملفات الإرهام ملفات الفساد هنا يقع التسطر عليها والصمصرة بها إذن ما طلبنا به هو حل هذا المجلس وكوننا مبادرة تونسيون من أجل قضاء العادل هذه المبادرة اشتغلت منذ مدة وطلبها الأصلي هو حل هذا المجلس وعلى رغمين رفض المجلس الأعلى للقضاء في تونس قرار رئيس قيس سعيد بإسقاطه وأكد استقلاله واستمرار قيامه بمهمه إلا أن الرئيس سعيد نفسه اعتبر المجلس في عداد الماضي وسنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه النحظة وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعليق عمل مجلس النواب وإيقالة رئيس الوزراء من قبل أصبح الطريق أمام إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية معبدا لبلوغ هدفه النهائي وبأت على الشعب التونسي أن يقول كلمة الفصل في الاستفتاء المرتقب على الدستور الجديد أعرب وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري عن احترامه لقرار المحكمة للتحادية العراقية الذي صدر أمس والتي قضت بإيقاف ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية بسبب اتهامات موجهة له بالفساد المالي والإدارية إرهاصات قد تقود إلى فشل جلسة البرلمان العراقي المرتقبة لاختيار رئيس جديد للجمهورية أو على الأقل عدم الحسم والتأجيل فيما بين قرار قضائي بتعليق ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وإعلان الكتلة الصدرية تعليق مشاركتها في الجلسة تبقى جميع السيناريوهات مفتوحة المحكمة الاتحادية العراقية علقت إجراءات ترشيح زيباري لمنصب الرئيس بسبب قضايا فساد وذلك إثر عريضة دعوة تؤكد أنه لا يلبي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية ومنها أن يكون حسن السمعة والاستقامة الدعوة التي قدمت لدى زيباري أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 عددت أسبابا منها قرار البرلمان السابق سحب الثقة من زيباري عام 2016 حينما كان وزيرا للمالية على خلفية اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري ويترشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية 25 شخصا إلا أن المنافسة تنحصر فعليا بين اثنين هما زيباري ورئيس الحالي برهم صالح ما يعزز من فرص صالح في فترة رئاسة جديدة ولا يعد قرار تعليق زيباري وحده المعوق الرئيس لاستكمال جلسة البرلمان حيث أعلنت الكتلة الصدرية بزعمة مقتدى الصدر وهي الكتلة الأكبر في البرلمان ب73 نائبة الناس تقاطع جلسة البرلمان المقررة لاثنين وتشير أجواء عقاد الجلسة المرتقبة إلى حدة الأزمة السياسية الراهنة في العراق الذي لم يكتز بعد تدعيات خلافات الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل نحو أربعة أشهر ووسط ترقب اكتمال نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتلك المقدمات يلوح في الأفق شعور عام بأن الساحة السياسية في العراق لن تهدأ مع المناطفات الحدة التي يدعمها نظام المحاصصة قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زادة إن رفع العقوبات الأمريكية هو خط إيران الأحمر في المحادثات النووية مع القوى العالمية من جانبه قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي قال إنه سيعود قريبا إلى العاصمة النمسوية فيينا لعقد الجولة التالية من المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مؤكدا أن إحياءه ما زال ممكنا يقوم وزير الخارجية النمسوية أليكساندر شالمبرغ اليوم مع نظرائه من سلوفاكيا إيفان كوروك وجمهورية لتشيك يان ليبافيسكي بزيارة لمنطقة متنازع عليها في شرق أوكرانيا والعاصمة كييف تستمر يومين ومن المقرر أن يعقد الوزراء الثلاثة عدة اجتماعات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي وزير الخارجية ديمترو كوليبة من أجل إرسال إشارة قوية لتضامن وسط أوروبا مع الحكومة في ظل تصاعد التوترات الحالية في أزمة أوكرانيا توجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الولايات المتحدة في بداية زيارة يسعى من خلالها إلى التأكيد على وقوف برلين إلى جانب شركائها في حلف شمال الأطلسي نيتو ضد أي غزو روسي محتمل لأوكرانيا هذه رحلة تم الإعداد لها بشكل جيد منذ وقت طويل وتتماشى مع الاستراتيجية التي اتبعناها لوقت طويل أيضا نؤكد على أمرين همين في الوقت ذاته فمن ناحية يجب على روسيا أن تعرف أنها ستدفع ثمنا باهضا إذا غزت أوكرانيا ومن الناحية الأخرى نعد العدة لاستئناف المفاوضات مرة أخرى هناك مفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا سواء في مجلس روسيا والنيتو أو في منظمة الأمن والتعاون وفي هذا السياق يمكن لألمانيا وفرنسا دفع الأمور قدما عبر ما يسمى صيغة نورماندي التي يلتقي عبرها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا والتي تجمدت لوقت طويل ونحن نسعى لإنعاشها من جديد وتلك هي الأسس التي سنناقشها مع شركائنا في واشنطن حديث الحرب والسلام لا يزال حاضرا بقوة على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا فمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفن أكد مجددا أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في غضون أيام أو أسابيع لكنه ألمح إلى أنه لا يزال بإمكان موسكو اختيار مصار دبلوماسي للمضي قدما مصار الغزو العسكري الروسي المحتمل أوكرانيا الحاضر بقوة في الخطاب السياسي الأمريكي تدعمه الشحنات العسكرية الأمريكية والفرنسية إلى كييف ونشر 3000 جندي إضافي في ألمانيا ودول الجوار الأوكراني رغم تأكيد الجانب الأمريكي أن الهدف من إرسال هذه القوات ليس إشعال حرب مع روسيا وإنما الدفاع عن أراضي دول منضوية تحت راية حلف النيتو ووفقا لتقارير استخباراتية أمريكية فقد حشد الكريملين 110 ألاف عنصر على الحدود مع أوكرانيا وأن لديه بالفعل 70% من القوة اللازمة لتنفيذ غزو واسع النطاق لأوكرانيا في المقابل حضر حديث السلام في خطابات الجانب الأوكراني والذي شدد على أن فرص حل الأزمة المتصاعدة مع روسيا عبر الدبلوماسية تبقى أقوى من مخاطر شن هجوم بعد التحذيرات الأمريكية أحث وزير الخارجات الأوكراني دوميترو كاليبا مواطني على تجاهل التوقعات المفزعة عن غزو روسي وشيك مؤكدا أن بلاده قوية وتحظى بدعم دولي غير مسبوق في تصريحات تأتي في إطار سعي كيف تجنب إلحاق أذى إضافي باقتصادها المتداعي بالفعل وعلى الرغم من كل هذه التطورات فإن روسيا تنفي التخطيط لغزو أوكرانيا لكنها تقول إنها قد تقوم بعمل عسكري لم تحدده إذا لم تلب مطالبها الأمنية والتي تشمل عدم قابول أوكرانيا مستقبلا عضوا في حلف شمال الأطلسي وهو المطلب الذي رفض من جانب الولايات المتحدة والحلف أعلن الاتحاد الأوروبي أن ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل سيتوجه اليوم إلى واشنطن في زيارة عمل تستغرق يومين لبحث القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي وإعادة تأكيد قوة الشراكة عبر الأطلسي والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومن المقرر أن يعقد بوريل اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لمناقشة القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولية ومن المتوقع أن يشار بوريل جنبا إلى جانب مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون في مجلس الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومع وزيري الخارجية والطاقة الأمريكيين توجه الناخبون في كوستاريكا إلى مراكز الاقتراع أمس لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 25 مترشحاً توجه الناخبون في كوستاريكا إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 25 مترشحاً وسط توقعات بأن لا تسفر الجولة الأولى عن الرئيس المنشود وفقاً لاستطلاعات الرأي ليس من المتوقع فوز أي من المرشحين بأكثر من 40% من الأصوات ووالحد الأدنى اللازم لتجنب جولة أعادة ستكون السيناريو الأرجح في الثالث من أبريل المقبل ودعي نحو ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ناخب إلى التصويت لاختيار رئيس خلفاً لكارلوس الفرادو الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثانية على التوالي مدتها أربع سنوات بموجب الدستور الحزبان التقليديين يمين الوسط ويصار الوسط هما الأوفر حظاً في الانتخابات ويتصدر استطلاعات الرأي خسيمة ريا في جراس مرشح حزب التحرير الوطني وقد شغل منصب الرئاسة من عام 1994 وحتى عام 1998 تعاني البلاد من نقص في قطاع الإسكان بنحو 160 ألف وحدة سكنية ونحو نصف مليون شخص يعيشون في فقر شديد لم نعاني من هذه الأزمات من قبل في بلادنا ويأتي في المرتبة الثانية لينث سابوريو مرشحة حزب الوحدة الاجتماعية المسيحي يمين الوسط وتبلغ من العمر 61 عاماً وشغلت منصب نائب الرئيس بين عامي 2002 و2006 وتأتي الانتخابات الرئاسية في حين تواجه كوستاريكا والتي يبلغ سكانها 85 نسمة أزمة اقتصادية تفاقمت مع جائحة كورونا إلى جانب تفشي الفساد ويأمل السكان أن يتصدى الرئيس الجديد للفساد ومعدلات البطالة المرتفعة أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 2300 حالة وحالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة في مصر أمس الأحد وقالت إن إجمالية عدد المصابين ارتفع إلى 39651 توفي منهم 22936 شخصا أمرت السلطات في مدينة بايسة بجنوب غرب الصين السكان بالتزام منازلهم اعتبر من اليوم تجنب السفر غير الضروري مع فرض قيود مشددة في الصين لمكافحة الإصابات المحلية المتزايدة بكوفيد-19 وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية تسجيل بايسة البالغ عدد سكانها نحو 13.6 مليون نسمة 37 إصابة منقولة محليا بارتفاعها بلغ 6 إصابات عن اليوم السابق وتكسب الجهود أهمية إضافية خلال انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي بدأت الجمعة تستمر حتى العشرين من فبراير لقي عشرة أشخاص مصرعهم جراء الإعصار بات سيراي الذي ضرب مدغشقر وأكبر نحو 48 ألف شخص على النزوح من منازلهم ضمار وخراب وأمطار غزيرة غمرت مدينة ماننجاري بالمياه بعد أن اكتح إعصار بات سيراي ساحل مدغشقر الشرقي مصحوبا برياح بلغت سرعتها 165 كم في الساعة وتسبب في وقوع قتلى وتشريد عشرات الألاف من السكان الرياح القوية المصاحبة للإعصار أطاح بالأشجار وأعمدت الإنارة وأسق في منازل البسطاء الذين تركوا منازلهم بعد أن غمرتها المياه وتوقعت مديرة برنامج الأغذية العالمية لمدغشقر باسكوالينا دي سيريو أزمة كبيرة في الجزيرة حيث يمكن أن يؤثر الإعصار على أكثر من 600 ألف شخص بينهم 150 ألف نازح وقالت الأرصاد الجوية في مدغشقر إن قوة الإعصار تراجعت بعد أن أحدث أضرارا واسعة في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي ولا تزال تعاني تداعيات عاصفة استوائية ضربتها مطلع العام وأوقعت قتلى وخلفت أضرارا جسيمة وأصنفت الأرصاد الجوية لأعصار باتي سيراي كأعصار استوائي شديد بعد أوصوله إلى البر في منطقة مننجاري لافتة إلى أن معدل سرعة الرياح انخفض بحوالي نصف إلى ثمانين كيلو مترا في الساعة بينما تراجعت حدة الرياح إلى مئة وعشرة كيلو مترات في الساعة كحد أقصى ويفاقم الضرر الناجم عن باتي سيراي الضمار الذي أحدثه إعصار أنا الذي ضرب مدغشقر ومالاوي وموزنبيق وزمبابوي قبل أسبوعين وأدى إلى مقتل مئة شخص بينهم 56 في مدغشقر فضلا عن تشريد الآلاف ختم النشرة وهذه تذكرة بأهم ما جاء بها من أندار اليوم قمة بين السيسي وجيلة تبحث دعم التعاون الثنائي بين مصر وجيبوتي مجلس النواب الليبي يبدأ اليوم بحث اختيار مرشح رئاسة الحكومة الجديدة تحالف دعم الشرعية يعلن تدوير منصة إطلاق صواريخ فاليستية كدعة للحوتيين بالكوف وأنا يجب تيجي للمزيد دائما من الأخبار شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة